أولاً أعتقد أن هناك بعض التضخيم بالنسبة لرد الفعل ضد ترامب ولا شك أن ترامب نفسه يساهم في هذا الأمر لأنه كما تفضلت وذكرت فهناك الكثير من التصريحات المثيرة للجدل التي أدل بها ترامب ولا يزال يدلي بها إن كانت تلك التي تتعلق ببناء الجدار بين الولايات المتحدة والمكسيك أو حتى منع المكسيكيين الذين قال أنهم يجلبوا الجرائم ويقوموا بعمليات اغتصاب في الولايات المتحدة ويحرموا الأمريكيين من وظائفهم أو قوله بأنه يجب منع المسلمين من المجيء إلى الولايات المتحدة كل هذه التصريحات أثارت جدلاً واسعاً وجلبت الكثير من التنديد والانتقادات لدونالد ترامب ولكن في نفس الوقت يجب أيضاً أن نتذكر أننا الآن نمر في مرحلة انتخابية شريسة جداً نرى اتهامات واتهامات متبادلة بين المؤيدين لترامب والمعارضين له وكذلك أيضاً بين المرشحين وبين الحزبين مثلاً اليوم أحد الصحفيين البارزين اتهم ترامب بأنه ارتكب جرائم بتصريحاته هذه ودعا إلى التحقيق معه وكانت هناك أيضاً ردة فعل أن هذه ربما قد تكون زلة لسان من قبل الصحفي عندما بدأت تحدث عن جرائم إذن بدون شك أن تصريحات ترامب تثير جدل واسع وأن هناك أسئلة حول قدرته على دور الرئيس ولكن السؤال هل هو الأخطر أم لا هناك انقسام في الولايات المتحدة ولكن دكتور إدمو غريب بهذه النقطة تحديداً خمسون خبير جمهوري في الأمن القومي الأمريكي هم من قالوا أن ترامب سيكون أخطر رئيس في التاريخ الأمريكي وسيعرض الأمن القومي للخطر بسبب جهله أيضاً هذا الأمر ألا يثير رعب الحلفاء مثلاً إذا كان هناك على الأقل نوع من سباق رئاسي ولكن تصريحات من هذا النوع تثير الرعب بدون شك أولاً ولكن فيما يتعلق بهؤلاء دعيني أولاً أشير أن هؤلاء مغضمهم مقربين من المحافظين الجدد الذين قالوا وقال عدد كبير منهم بأنهم سيصوتوا لصالح هيلاري كلينتون وبعضهم كما قال ترامب فأن بعضهم حسب كان جاء رده عليهم لم يكن أنوي استخدام أي من هؤلاء الأشخاص لأنهم هم المسؤولون عن الكوارث والمصائب التي حلت بالولايات المتحدة إن كان في العراق أو في ليبيا أو في مناطق أخرى من العالم ولذلك هؤلاء الأشخاص يمثلوا نخبة واشنطن وأعتقد أنه في الوقت الذي يمكن القول أن بعض الانتقادات الموجهة لترامب وخاصة فيما يتعلق بسياساته الخارجية هي انتقادات مهمة وأعتقد أنها في مكانها ولكن في نفس الوقت فأن هناك أيضا انتقادات من أشخاص يمثلون النخبة التي يقول ترامب بأنها تسيطر على واشنطن ويرغب في الحفاظ على مكاسبهم على مناصبهم على مواقع نفوذهم وبالتالي فأن هذه هي من بين الأمور أيضا التي يجب أن نأقدها بعن الاعتبار ترجمة نانسي قنقر